عمليات عسكرية هامة جدا على مسرح العمليات في منطقة طرابلس وظوحيها وبالذهاب الى خريطة العمليات نزالت قوات المسلحات ودمر في الارهابيين في كل مناطق التماس على طول خط النر يوم الامس حاولت المجموعات الارهابية القيام بمهجوم مضاد على كافة المحاور ولكن كل هذه المحاولات فشلت وتدمرت على صخرة قواتنا المتقدمة على نقاط التماس يوم الامس كان يوم انتصار وكان يوما حاسما بكل المعاني فتمكت قواتنا يوم الامس من قتل كثير من الارهابيين تجاوز عدد الارهابيين القتلى يوم الامس الواحد وثلاثين ارهابي وعشرات من الاسرى او المحتقلين التي تم انقبض عليهم وكذلك تم تدمير عدد كبير من الاليات العسكرية المسلحة والدبابات وقطع المدفعية وكذلك تم استرداد مجموعة كبيرة من الاليات تتجاوز العدد الخمس وعشرين الاليات تم استرجاحها من الجماعات الارهابية وكانوا الارهابيين يركزون هجومهم باتجاه مطار الطرابس الدولي مع مشاغلة قواتنا في القطاع الشرقي والقطاع الجنوبي ولكن الحرفية وحسن ادارة النيران والمعركة تمكنوا من تدمير هذا الهجوم بالكامل قوات الجوية قامت بانداد ناري لقواتنا من المنطقة العزيزية الى الساعدية الى السواني الى الكريمية وسهدف التحركات للعدو في عدة مواقع اخرى وبالتالي نحيي جنودنا الابطال لشجعان الذين يقارعون الارهاب الان على تخم طرابلس وفي بعض الاحياء الشرقية لمدينة طرابلس كذلك رصدنا في خلال الايام الماضية تحركات لداعش في اكثر من موقع وهناك اصدارات مرئية للتنظيم يحاولوا ارسال رسالة سواء للقيادة العامة سواء للشعب الليبي ان التنظيم لازال قادر على تنفيذ بعض العمليات ولكن في الواقع هي حالة من الاس التي اصابت التنظيم بعد الخسائر الاخيرة وخاصة بعد التصدي الشجاع لأهالي زلة ووحداتنا في منطقة زلة لاخر هجوم داعش ارهابي في الايام الماضية يوم الاربعاء وخميس تم مقتل عدد كبير من الارهابيين في طرابلس وصولهم من مدينة طنغازي هذه الصور لبعض الاسدارات الاخيرة لتنظيم داعش وعلى فكرة لأول مرة يقوموا بإصدار مثل هذه الاسدارات مما يدل على انها اصبحت قوتهم اليوم ضعيفة جدا واصبحوا يحاولوا دعم حكومة السراج اعلاميا فقط ولكن وحداتنا تتعامل مع كل اصدار تتعامل مع كل معلومة بشكل جدي وبشكل سريع وتحتمد كل شيء في طال المعلومات وتتحقق منه على الارض نعود لبعض القتلى من ارهابي بنغازي في طرابلس ومثلا مقتل ارهابي احمد سالم المعداني وهو عنصر سابق في كتيبة ليبيا الحرة في بنغازي الذي تم تأسيسه من قبل الاخوان المسلمين باعه في 2011 شقيقه منذر المعداني قتل في 2016 في معارك ضد القوات المصلحة العربية الليبية في سوق الحوت في بنغازي يوم الامس وحد ستة 2019 اصابة الارهابي علي عياد الهاشمي الذي حارب من بنغازي والتحق بميليشيا ثلاثمية وخمستاش مصراتة وهو الوليد سبع وتسعين ولده عياد الهاشمي من مجموعات ومن ارهابيين انصار الشريعة في بنغازي قتل في 2017 في جنفودا في المواجهة مع القوات المصلحة وولده عنصر مؤسس في كتيبة انصار الشريعة وظهر في عدة اصدارات مرئية للتنظيم في بنغازي هذا الارهابي هو ارهابي خطير جدا وهو من المطلوبين لدى القوات المصلحة العربية الليبية تنقل الارهابيين من بنغازي بعد خسر ومعركة بنغازي ومعركة درنا انتقلوا من نجا منهم انتقل الى مدينة مصراتة وإلى طرابلس حيث توجد الحاضنة الارهابية من الميليشيات في هذه المدن وهذا الموضوع ليس بشديد انما هو قديم لدينا اثبتات الان سنعرض عليكم لانتقال ارهابيين من مدينة مصراتة ومن مدينة طرابلس ومن الغرب الليبي باتجاه بنغازي في 2014-2015 وحتى تم دحرا في بنغازي هذا القوائم موجودة لدى المركز الإعلامي لكتيبة شهداء الزاوية لمقاتلين تم العثور عليها في منطقة قنفودة اسم المقاتل المقاتل مثلا والكونية ورقم ولي الامر ومكان لقامة الله هو الاسم الحقيقي يتعامل به في البداية وبعد ذلك يدخل على التعامل بالكلية وعندما يقتل او يصاب يتم ابلاغ ولا امر على هذا التلفون قمنا نشوف القائمة الثانية هذي عدة قوائم مصراتة مصراتة طرابلس مصراتة مصراتة بالكامل شوف كل القام بخونية بها الاسم وثقافة الخونية هي ثقافة ارهابية كانت في حرب في 2014 كانت تخص انصار الشريعة وتخص المجموعات الارهابية وبعد ذلك تولى داعش كذلك الكونية كذلك كل الاسم مصراتة او طرابلس كل القوائم اللي عثرنا عليها هذه تأتي في طار انتقال الارهابيين من المنطقة الغربية باتجاه بنغازي لدعم ارهابي بنغازي في الحرب ضد قوات مسلحة ولعل الارهابي عبد السلام بورزيزة من ابرز الارهابيين من قتلهم في عمليات 48 ساعة الماضية الذي الان هو على الصورة هذه الصورة الحقيقية ولكن لديه الفيديو وهو يحدد اهالي بنغازي بالدمار وبالقتل وبالتقضيع الرؤوس وهذا البقطع الشهير اذا كان توفر سنعرض جزء مننا الان لان هذا الفيديو مهم جدا هذا كان قائد من قادة الارهاب في منطقة الليبس هذا الاسدار بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله كل احد البنغازي تذكروا هذا الاسدار هذا محترق شرع خليج رسالة الى المحتدين عداء الله والله وتالله وبالله لقد جئناكم برجال يحبون الموت كما تحشقون انتم من حياة عداء الله والله اكشروا باذن الله عز وجل بالمفخخات واكشروا بالكواتم باذن الله عز وجل رسالة الثانية الى رقوة في الله و الى المهاجرين هلموا الى دولتكم فان الدولة الاسلامية قد امتدت الى ليبيا هلموا الى دولة الاسلام طبعا هو انظم الى تنظيم داعش في سنة 2014 2015 بانغازي وظهر في اصدار لتنظيم داعش بتحت عنوان رسائل الى جند الضغوت و لكن بعد هذا اليمين الذي سمحتموه الان و هذا الوعيد هرب الى مصراته و افتحق بصلاح بادي و لم يسطع الصمود امام رجال القوات المسلحة و امام شباب مديد بنغازي و قتل في الساعات الماضية و هو يقاتل من اجل تنظيم القاعدة و من اجل بقايا تنظيم داعش هل يسمعنا الان غسان سلامة يجب ان يسمعنا ان هذه حقائق قد تكون مؤلمة بالنسبة له و لكن احنا مبدأ يجب ان ننهي كل نوع الفوضى الامنية كل نوع الارهاب ان نجعل هذه المنطقة منطقة امر واستقلاف و هل سيقولها احمد معتيق الذي الان في امريكا هل سيقولها الى شركة العلاقات التي تولت الدعاية و تحسين صورته امام العالم دائما هناك سؤال يتكرر في الاعلام سأجيب عليه للعامة الان بعض الاعلاميين الغير ملمين بحقيقة الامر في ليبيا دائما يسألوا الحرب ليبيا ليبيا هذه الحرب ليست بين الليبيين هذه الحرب ليست بين ابناء الشعب الليبي هذه الحرب بين الليبيين الشعباء الوطنيين اللي عندهم انتماء لهذه الارض و مجموعات ارهابية و اجرامية عاتت في هذه الارض الفساد و كل انواع الفساد حقيقة سواء فساد امني فساد مالي فساد اداري سياسي و غيرها من الجرعين و تنظيم داعش هو تنظيم مكمل فقط لتنظيم القاعدة هو تنظيم تطويري او تنظيم اعادة تفعيل لتنظيم القاعدة من الذي اتى ببيعة البغدادي من العراق الى ليبيا هو ارهابي ليبي مطلوب في لجلة الجزاءات في مجلس الامن يدعى حسن الصالحين بالعرج الشعري يكنى ابو حبيبة و خسر عينه في احدى المعارك في العراق هذا المجرم الارهابي هو من تنظيم القاعدة و من العناصر المتشددة في تنظيم القاعدة ولديه كود امني في مجلس الامن نعرض علينا الكود الان هذا الكود الامني في مجلس الامن هو ارهابي يتبع تنظيم القاعدة تحت اسم تنظيم القاعدة في العراق حتى الذي وضع تنظيم القاعدة في هذه القاعدة عن طريق امريكا و ايضا عن طريق ليبيا ممكن نترجم للا هذا الارهابي استحق هذا الارهابي استحق امريكا 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 بعد احداثة 2011 اول عمل قام به الاخوان والمقاتلة هو تشكيل لجنة لفراج لفراج عن السجناء الليبيين في العراق كان يقودها اسليمان الفورتية وبالفعل تم اطلق صراحة في 2012 والتحق بسرايا رفالة السحاتي في بنغازي وهو ارهابي وهو اول من اتى ببيع تنظيم القاعدة في ليبيا اذا تنظيم داعش هو تحديث لتنظيم القاعدة فقط اذا المعركة اذا المعركة بين الشعب الليبي وبين الليبيين وتمثلهم في هذه المعركة القيادة العامة للقوات المسلحة السيد المشير اركان حرب خليفة بلغاستان حفتر وبين هؤلاء الارهابيين هذه الزمر الفاسدة التي قربت البلاد التي استنصرت بالأجنبي واتت بالأطراق وقتريين واتت بغيرهم كذلك الى الاراضي الليبيية كل الارهابيين الذين الآن متواجدين في طرابلس تم رصدهم بشكل جيد والتركيش وتم اعدادهم في قوائم بجرائمهم سواء دولية سواء محلية تم اعداد الكشفات بكل الهاربين سواء من بنغازي سواء من دارنا سواء من جنوب والآن يقاتلون مع السرج هذه الزمراء لا تستحي ولا تخاف الله سبحانه وتعالى ولا تحترم القوانين مثلا لديهم من الأكذيب والإدعاءات ما يستحي طفل صغير أن يقولها ما يستحي بشر أن يقول مثل الإدعاءات مثلا إدعاءهم بأن فلان قتل مثل حسن الصلحين الذي أعلن عن مقتالي في 2016 ولكن في الحقيقة لم نرى له جثة أو لم نسمع الخبر من جهة موفقة شفت هذه صورته شفت العين هذي اللي صار هذي انضربت في العراق على فكر قتل في الفلوجة وحضر المعركة الثانية في الفلوجة وهو لا يشكل خطر على ليبيا فقط بل يشكل خطر على البشرية جمعة لقوة المشاهدين الليبيين انتبهوا لخباثة ودناءة عزكم الله التنظيم الأخوان والقاعدة وما من حلفهم قيل الشهر رمضان الشهر الفضيل الشهر الصلاة الشهر الترويح يقومون بأكاذيب عديدة كل ليلة بعد ساعة واحد الساعة اثنين في الليل تخرج علينا إشاعة وكذبة غير الكذبة الأولى قد يستغل في ذلك بعض قنواتنا التي بعد هذا التوقيت تخرج في أعمال مسجلة ولكن نحن لهم بالمرصاد ولهم بالحقائق الدامرة التي تخجيلهم بعد ذلك لكن لا يعرفون الخجر أصلا ولكن هم لديهم حقيقة آلة إعلامية بمجرد لشاعة تخرج في الفيسبوك من المركز الإعلامي أو من غرفة العملية الخاصة بهم يتم تناولها في قنوات الفضائية التي لا تنام حتى اليوم الثاني تستغل بشكل مستمر والمحللين جاهزين والمفسرين جاهزين والدجالين والعفقين جاهزين لديهم ويبدأ الستيد التحليلي مع سعات الصباح يوم قتل مقتل ضابط ويوم صحق كتيبة ويوم تدمير عشرين ألف شعب شنو لنعلم حقيقة هذه الأرقام لا تتماشى حتى مع الواقع على الأرض ولكن هم هكذا تعود الجريمة مثلا الطائرة الإماراتية التي يوم الأمس هذه الطائرة الأولى هم تتحدثوا على إسقاطها والطائرة سليمة جدا لا تجد بها أي نوع من الإصابات أولا حتى الإعلام الإماراتية مقلوبة لا نعلم طبع هذه كلها فبركات وأكاذيب والدعاءات كاذبة ويقال أن هذه الطائرة سقطت في محور العزيزية وأعتقد أن هذه الطائرة هي الطائرة الخاصة بالمدفع الموجه الذي يملك منه أسامة جويلي عدد اثنين مدفع يتم اطلاقها في السماع المعركة أو في الأرض المراد استطلاحها وتقوم بالتصوير وإرسال الصور إلى المدفع ومدفع يقوم بذلها باختيار الأهداف التي سيتم رميتها طبع هذا شغل مفتديين أو شغل يدل على جهل وعدم معرفة حتى لأبسط مطيات الحرب النفسية سنستمر معكم في مطامرات صحفية حسب الحاجة إليها نتواصل ونشكر بصراحة كل المواطنين الذين يدعمون القوات المسلحة ويدعمون تحرقات الجيش على الأرض ونطمن كل أهلنا في ليبيا جمعا أن الطلاب ستكون بخير قريبا وستكون بسلام وستنتهي سيطرة الميليشيات على مقدرات الشعب الليبي ونحن نتواصل مع نتواصلنا ونحن نتواصلكم كما نتواصل وأنا أريد أن أشكر كل المواطنين الذين يساعدون القوات المسلحين ويساعدون كلنا نتواصل على الأرض وستنتهي ضرب النساء على أبواب المصارف ستكون أموال ليبيا عن طريق مصر في لب مركزي للتنمية والنماء ويكونوا الليبيين في أسواسية والميدان سيفصل كل هذه الأمور والمدفعية ستكون حاضرة وكل نواع الأسلحة تكون حاضرة إذا لزم الأمر لحسم هذه المعركة شكرا لكم وكل العام وأنتم بخير شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر شكرا